بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يعلم الجميع طبعا أنه تم يوم الخميس الماضي الموافق 20 مايو 2021 تم تدشين حملة جمع تبرعات إغاثية إنسانية لأهلنا المتضررين في فلسطين هذه الحملة اختير لها قافلة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني تحت شعار قافلة مدد طبعا كما تكلمنا في اللقاء الصحفي الماضي أنه سيكون لهذه الحملة مسارين اثنين ستتجه نحوهما إن شاء الله المسار الأول هو المسار النقدي لازال معمول به إلى هذه اللحظة أما المسار الثاني الجديد والذي سنعلن عنه اليوم عن بدء قبول التبرعات العينية المسار الثاني هو المسار العيني طبعا هذا المسار تم الاتفاق عليه بعد دراسة ومشورة الجهات الحكومية وبالتعاون كذلك مع وزارة الصحة وبالتعاون كذلك مع الهلال الأحمر الليبي وهما اللذان سيتولان مسؤولية إيصال التبرعات العينية إلى أهلنا في فلسطين والآن جاري العمل والتنسيق على أن يكون هناك من أفراد قافلتنا التوجه مع الهلال الأحمر الليبي للإشراف على توزيع هذه التبرعات لإخواننا في فلسطين هذه التبرعات العينية ستكون على ثلاثة أقسام قسم المواد الغذائية القسم الثاني المواد الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية القسم الثالث مواد التنظيف طبعا سيتم تجميع هذه المواد العينية والتبرعات العينية داخل مقر حملتنا الكائن بأرض المعارض الصناعية بطريق المجمدات بمنطقة الرويسات مصراتا وبعد ذلك سيتم توصيل هذه المواد وهذه التبرعات العينية بواسطة وبمعية الهلال الأحمر الليبي ووزارة الصحة الليبية وبمصاحبة فريق من حملتنا الليغاثية إن شاء الله طبعا بخصوص المسار الثاني اللي هو المسار الأول الذي هو المسار النقدي والذي بدأنا فيه يوم الجمعة الماضي بالتحديد طبعا هذا المسار تم الاتفاق عليه وإعلانه وتدشينه يوم الخميس الماضي في المؤتمر الصحفي هذا المسار لازلنا سائرون فيه ونقبل كذلك التبرعات النقدية بالطرق التي تم الإعلان عنها والموجودة في صفحة قافلة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني طبعا تم الاتفاق مع اتحاد طلبة جامعة مصراتة على إنشاء مجموعة من الحملات التبرعية داخل الكليات على أربعة مراحل مرحلة الأولى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله سيكون لنا حملة تبرعات داخل كلية الطب البشري يوم الأربعاء الموافق 26 مايو بالتزاون مع الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني التي تنظيمها الجمعية الليبية لطلاب الطب والأطباء الجدد واتحاد طلبة الطب البشري واتحاد الكليات الطبية بجامعة مصراتة الحملة الثانية ستكون بإذن الله يوم السبت الموافق 29 مايو داخل أروقة كلية الأداب جامعة مصراتة الحملة الثالثة بإذن الله يوم الاثنين القادم 31 مايو داخل أروقة كلية الاقتصاد الحملة الرابعة ستكون بإذن الله يوم الأربعاء اثنين ستة 2021 داخل أروقة كلية الهندسة وكلية الأسنان وكلية تقنية المعلومات كذلك تم اعتماد والاتفاق مع مركز إعلامي ذو خبرة وكفاءة عالية لإدارة الحملة الإعلامية لقافلة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني قافلة مدد نأتي الآن إلى ما تم إنجازه والتقرير المالي لقافلة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني خلال الأيام من بدء الحملة يوم الخميس الماضي إلى مساء يوم الاثنين الموافق 24 مايو 2021 طبعا ما تم تجميعه أولا عبر صندوق التبرعات الكائنة بالوقفة التضامنية يوم الجمعة الماضي بلغ 11439 ما تم تجميعه خلال صندوق التبرعات الكائنة بالوقفة التضامنية يوم الجمعة الماضي 11439 ثانيا التبرعات التي تم تجميعه عن طريق صندوق التبرعات داخل المساجد والتي وصلت إلينا حتى مساء يوم الاثنين الموافق 24 مايو ما تم تجميعه من خلال هذه الصندوق المتواجدة في المساجد والتي وصلت إلينا 9715 ثالثا التبرعات النقدية التي تم استلامها في نقطة التجميع الرئيسية بمقر الحملة بلغ 180740 أما بخصوص التبرعات المودعة في حساب الحملة بمصرف الجمهورية أحمد الشريف 55 ألف دينار ليبي أما التبرعات بالعملة الأجنبية والمعادل الثمينة 200 دولار زائد قرد ذهبي خراس ذهبي إجمال التبرعات النقدية بعملة الدنار الليبي بلغ 256 ألف 894 دينار وربع دينار 256 ألف 894 دينار وربع دينار زائد 200 دولار زائد قرد ذهبي حجم صغير طبعا هذه القيمة من يوم الخميس الماضي الموافق 20 مايو إلى يوم الاثنين مساء أمس الموافق 24 مايو حملة التبرعات النقدية لا زالت مستمرة عن طريق المقر الرئيسي للحملة أو عن طريق الصنديق المتواجدة داخل المساجد أو عن طريق الصنديق المتواجدة داخل أماكن العامة والأسواق الرئيسية في المدينة وكذلك عن طريق حملة التبرعات داخل جامعة مصراتة وختاما نبارك جهودكم وثقتكم في قافلة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني كما نأمل منكم مزيدا من التعاون لرفع المعنى عن شعبنا الفلسطيني البطل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا